السلام عليكم ان شاء الله سوف نكمل جزء UI سوف نتحدث عن مجموعة من الفصائص الثانية سوف نقوم بعمل عنصر او شيء بالشكل هنا لدينا العنصر موجود لبوردر نقوم بعمل عنصر البردر ونقوم بعمل الحفاظ والمجموعة من الملح P ونقوم بعمل الخاص بفصائص الثانية انظر البردر كده اللي لاحظت معي في الشكل انه هو زاد معي الصيز بتاعه طيب ايه داش؟ الداش دي عبارة عن نقطة معنى كده ان انا مثلا زودت رقم الداش دي هيخليلي البردر بتاعي عبارة عن نقطة بالشكل ده لقيت ان البردر بتاعي بقى او الستروك بتاعي بقى عبارة عن نقطة طيب ايه الجاب ده؟ الجاب دي هي عبارة عن المسافات مبين كل نقطة اضافته اي خليلي كو Schools حول انه المسافات كبigram ت trouver اخبرت علي قسمة كل نقطة ثم هكذا الايقون اللي موجودة تحت دي؟ الايقون اللي الموجودة تحت دي عبارة عن الستروك بتاعي مع الفيلم هو غريب ال ć more عند المنتصر اثناء ، اردت مكانه من فل ايضا في المنتصر هنا من خلال هذه الائكون اقدر انها تحكم الالسطروك بالنسبة للفل اذا اضغطت على هذا الشكل سوف يجب ان الالسطروك يجب ان الالسطروك بقى مكانه من فل و اقوم ان الالسطروك يجب ان الالسطروك جزء منه جوه الفيلم وجزء منه بره الفيلم معنى كده ان هو بقى ايه بقى في المنتصر بالزبط على الحوافك بالزبط طيب ايه الايكونز اللي هي موجودة ايه الايكونز اللي هي موجودة في الشكل ده طبعا الايكونز دي خاصة بيه الداش اقدر ان انا اتحكم فيها يعني على شكل الداش لو ضغطنا على الشكل ده و هل تقند تعليق أاما طبعا نهى الابستي اللي موجودة هنا ايه blockchain? الابستي الموجودة هنا هي ع sock بالزبط اقدر ان انا عمله في شكل ده شفافية بشكل ده طيب ثم ايه الفرق مبينه وأم بين الابستي اللي موجود هنا الوباستي الموجود هنا في الفيل او البوردر هو قص بالفيل او البوردر بس اما الوباستي اللي موجود هنا هو قص بالانصر بشكل كامل يعني مثلا لو هنا زودنا الوباستي بتاع الفيل هنلاقي الفيل الواحده هو ايه هو اللي اتعمله ايه بدرجة الشفيفية بتاعته هي اللي قال لي مالهاش علاقة بالبردر كل حاجة لها البوردر خاص بيها اما الوباستي اللي موجودة عندي هنا هي خاصة بالانصر بشكل كامل طيب حدا هيسقلني ايه الايكونز اللي هي موجودة ما ما تكلمناش عنها ليه هي دي طبقا الايكونز اللي موجودة دي لو ضغطنا عليها هنلاحظ ان مفيش حاجة بتحصل في الدقايش نوضع الزاوية الأيكون تقوير بأخطوة الخاصة واحدة والثائق نقوم بإغانية جيدة نقوم بإغانية الجاية نغير بإغانية الدراسة الزاوية بإغانية جميلة طبعاً وقوم بإغانية الجاية سأتمكن بإغانية الدراسة هذه أقدر أطلاقته لو عادينا الاشيال انحاء تركته هناك لديه e-nair shadow و drop shadow وهو هذا الشكل ادخل فيه و اغير مواد من لديه و ادخلها درجة الشفية بتاعته وهي عندي محور اكس ومحور واي طبعا لو زودت انا في المحور اكس بالشكل ده هلاقي ان هو ايه زاد معايا اللي هو محور واي زاد معايا بالشكل ده ومحور اكس بالشكل ده تمام طيب ايه الدروب شهادو الدروب شهادو اللي هو متعودين عليه اللي هو الجزء اللي تحت ده طبعا لو مثلا لو زودنا درجة الشفية بالشكل ده كده هنلاحظ اكتر ايه الدروب شهادو بتاعنا وزودنا مثلا ال اكس الجزء بتاع ال اكس والجزء بتاع الورد طبعا ده الجزء بتاع الورد وال اكس ده الدروب شهادو اللي هو بيبقى الشهادو الخارجي وهي الشهادو الداخلي بتاع الشكل بتاعي طبعا احنا متعودين طبعا الشهادو بتاعي بيبقى ايه درجة الورد بتاعته قليلة ده درجة الورد تاعتم الجزء بتاع دركم الشهادو اللي هو بحسب تاعتم الجزء الدرجة الورد وهي من أجل تأثير جزء هذه الورد تblowing سوف نضغط الدروب شادو سوف نضغط الدروب شادو نضغط الدروب سوف نتحدث عن كيف نتعامل مع العناصر المختلفة نرسم كنزيرة كمان سوف نتعامل مع انشورين مع بعض أو الشابين مع بعض طيب دلوقتي سوف نضغط الدروب سوف نضغط الدروب سوف نلاحظ ان الدروب فوق المربع جزء من المربع مختلف دلوقتي كيف سوف نغير بين الطباء سوف نضغط الدروب من خلال ان اصحب الدروب من خلال الطبقات سوف ننجد اسم المربع والاسم الدروب لو انا خليت سحبت الجزء ده تحت المربع علي ان طبقة المربع بقيت فوق الدال او من خلال كيبورد لو عملت كنترول وي دال بخلي الشكل فوق وي كنترول جيم بأخبار الجو لتحت طبعا لو ضغطت على كنترول احدد الاول العنصر لانا اريد ان اخليه فوق المربع اعمل كنترول وي دال